طيب نتمنى المشكلة تتحل مش عارفين إيه اللي يحسر مع مصطفى نتائج ماتشاط النهاردة النهاردة كان فيه ماتشين امبي يعني الأول سيراميك كيلو باترا اللي قلت لقى الجيش طبعا وإيه واحد واحد في مباراة أنا قلت لكم أنها تقلص بالتعادل من الأسبوع اللي فات لا يمكن تقلص بقى نتيجة غير التعادل لا يمكن واحد واحد وماتش التاني تعادل برضو سيراميك كيلو باترا وإمبي صفر صفر ماتشين خلصوا بالتعادل النهاردة عشان يكون جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات النهاردة كالقاتي الزمالك في الصدارة 69 نقطة بيرامدز في المركز التاني 62 نقطة الأعلي في المركز التالت بمباراة أقل 59 نقطة بفرق 10 نقاط عن الزمالك وبفرق 3 نقاط عن بيرامدز خلي بالكم المنافسة الحقيقية دلوقتي ما بين بيرامدز والأهلي على المركز التاني الأهلي بيحارب دلوقتي بشبابه والروح الجديدة اللي موجودة وبعد إزالة الضغوط عن المدرب يعني في التوقيت ده من الموسم بيحارب ان هو عايز ان هو يقفل الجدول في المركز التاني عايز يقفل الجدول في المركز التاني ونفس الكلام بيرامدز بيرامدز بكرة عنده ماتش صعب جداً مع المحلة في المحلة خلي بالكم ماتش صعب برضو بيرامدز بيحارب ان هو عايز يقفل الدوري في المركز التاني بغدر نظر عن المشاركات الأفريقية واللعب في بطولة أفريقيا أبطال الدولي اللي حسم خلاص يعني والنادي الأهلي هيشارك فيه لكن الصراع الحقيقي ان بيرامدز والأهلي الاتنين عايزين ينهو الدوري في المركز التاني ينهو الدوري في المركز التاني فيوتشر في المركز الرابع 48 نقطة طلاع الجيش في المركز الخامس 46 نقطة وهنا عايز أقف عند طلاع الجيش لأننا يعني فيه ناس بتقول أن ما فيش مدربين مصريين كويسين أو مدربين مصريين يعني أقل من المدربين الأجانب وأنا بقول أن ده ظلم صحيح فيه مدربين أجانب عندهم ممكن علم أكتر وعندهم خبرات أكتر لكن لأننا عندنا مدربين مصريين السنة دي يعتبروا عاملة معجزة يعني ما النهاردة تيجي بعد خمس ستة أسابيع وتشوف موقف طلاع الجيش وتقول لي وتقول لي يا ميدو أراهنك أن طلاع الجيش طلاع الجيش هيفنش الدوري خمسة على الدوري أنا كنت راهنتك على عشرة مليون جنيه أنا كنت راهنتك على عشرة مليون جنيه لأن لا يمكن أي بني آدم عاقل يقول أن بعد ستة سبع أسابيع أن طلاع الجيش ممكن يفنش خمسة دوري لكن ده ورائي زي ما منتكلم في الزمالك أن المكانة اللي موجود فيها الزمالك ديوقتي وراها مدرب جامد مدرب عارف هو بيعمل إيه كويس عارف إمكانيات لعبته وإيه اللي يقدر يعمله عشان يقدر أنه هو ينافس على الدوري غاية آخر أسبوع برضو صراحة فيه اتنين مدربين السنة دي في الدوري المصري عملوا معجزا بغض النظر بقى هينه في المركز الكام طرق العشري وعلى عبدالعال فعلا الاتنين عملوا بينوا للناس كلها أن فيه مدربين مصريين متميزين ومدربين كويسين ويقدروا يعملوا زي ما بيقولوا من الفسيخ شرباط خلي بالكم أنا هقول لكم الكلام ده حتى لو إيستر كومبني نزل درجة تانية أنا معرفش مين لا ينزل بس يبقى على عبدالعال طبعا المعجزة هتكتمل لو أبقاهم في الدوري ولكن محدش برضو كان يقول أن ده يبقى موقف إيستر كومبني ترجمة نانسي قنقر